استمرار اسرائيل في ابادتها الجماعية في غزة يحرج الحلفاء وفي مقدمتهم المانيا وفقا لمحللين سياسي الكارثة الانسانية ارتفاع اعداد الضحايا استمرار المعاناة المجاعة استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية كل ما سبق يحرج الحكومات الغربية ويضعها في قفص الاتهام بانها شريك في هذه الابادة يجب ان يكون من الممكن توصيل المزيد من المساعدات الانسانية الى غزة الان وهذا ما يجب تحقيقه في المناقشات مع الدول العربية المحيطة لا اريد ان اعطي امالا زائفة هنا لكن انطباعي الان هو ان الفرص اصبحت اكثر واقعية مما كانت عليهم منذ فترة طويلة حتى لو كنا بعيدين عن النجاح سيكون من الجيد ان يحدث ذلك الان وانا من جهتي شجعت الجميع على تقديم مساهمتهم للتوصل بسرعة الى اتفاق هذه التصريحات عن المساعدات الانسانية ليست سوى كلمات تتكرر منذ فترة وعلى لسان اكثر من مسؤول الماني ويبدو كأنها در الرماد في العيود مجرد اقوال لا افعال المتحدث باسم الخارجية الالمانية قال انه يجب حماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الانسانية في قطاع غزة من الهجمات الاسرائيلية واضاف نطالب اسرائيل بشكل متكرر ببذل المزيد من الجهود لضمان توفير المزيد من الامدادات للسكان المدنيين لكن يبقى السؤال هنا ماذا فعلت الحكومة الالمانية امام هذه المطالب المستمرة من اسرائيل والتي يبدو انها لا تكترث حتى لحلفائها المتحدث باسم الحكومة الالمانية قال ننتظر ان يتم الالتزام بالقانون الدولي وحاولت توازن فاشل من برلين وفقا لمحللين فطلبات المانيا المتكررة من اسرائيل احترام القانون الدولي يبدو انها لا تلقى اذانا صاغية في ذات الوقت تحاول المانيا التبرؤ من افعال حليفها الاستراتيجي حفاظا على ماء الوجه من كارثة مجاعة وشيكة في غزة وفقا للامم المتحدة